هو ليه الناس بتحب الكورة؟ اه ده بانتقى مهم وبانتقى بحب اتكلم فيها اه اولا تعلق الناس بالكورة اكبر بكتير من مجرد متابعتهم لشيء ما مسلي او شيء ما لي علاقة بالانترتيمنت او التسلية او الرياضة بشكل عام الكورة في 90 دقيقة بتوصل للبني ادمين كم من المشاعر هم يتمنوا يعيشوه في حياتهم العدية بمعنى انه انا في حياتي العدية احب جدا نحس بالانتصار الواضح الانتصار المباشر بس انت لما تنزل شغلك تاني يوم الصبح انت مش هتحس بالانتصار المباشر ده غير يمكن في شهور واسنين وبعدين لما تنتصر فيه حد يجي يقولك اصلا هو معلش اصلا ما كانش كويس اوي او اصلا ما كانش كامل فتاخد وقت طويل اوي علشان تحس بانتصار ما انت تحسه في 90 دقيقة محتاج ان انت في الحياة تحس ان فيه فرصة تانية بعد الوقوع على بال بقى ما هتاخد الفرصة التانية بعد الوقوع دي في الحياة بتاخد شهور ان ما كانش سنين وكذا انت ربع خمس ايام ممكن تاخد مكسف البعد الهزيمة وخلاص العملية خدست بالزبط فالكورة بتوفر للبني ادمين احتياجات عاطفية مهمة جدا ولهذا هي فيها كم من مهول من الاندستري صناعة فيها فلوس وفيها ميديا وفيها حاجات كتير وتغطية في كل العالم واخبارها مهمة احنا الناس اللي بتحب الكورة بتلاقي ناس كتيرة برضو بتقابلني يقولك يا عام وانت اكيد دستبات السؤال لكتير وانتوا لي بتحب الكورة او كده ومتعلقين بيها انا شخصيا بحب الكورة لانه بتسمحلي بكم من المشاعر والتصرفات ما بعملوش في حياة العادية يعني في حياة العادية شخصة هادي خالص بس انا في الكورة بعرف اطلع صوتي لاخره دي حاجة مش بعملها في حياة العادية فحياة العادية شخص مبتسم نادر الغضب في الكورة ممكن اغضب وازعق واتخانق واعمل وهكذا حاجات فالكورة بتسمحلي ان انا ابقى بمارس بقية المشاعر وبقية المناطق من شخصيتي اللي الحياتي الاجتماعية ما بقيتش بتسمح بيه فببساط